اليوم عن شخص اسمه قيس بن ذريح هذا أخو بالرضاعة للحسين بن علي رضي الله عنه أخو بالرضاعة بكون تمام؟ المهمة عزائي في أحد أيام الحر الشديد كان قيس بن ذريح رايح مشوار المهم هو يمشي في المدينة غلب العطش من شدة الشوب فراح على بيت عشوائي هو عنده وطبل على الباب عشان يطلب من أهله مي لأنه كان رح يموت من العطش فطلعت له وحدة عزائي طويلة حلوة صوتها حلو عيونها حلوين قيس بن ذريح نسي العطش نسي إنه كان عطشان أعزائي أخذ منها المي أعزائي وقالها شو اسمك؟ قالت له أنا اسمي لبنى قالها أحلى فرصة في حياتي يا لبنى تشرب مي وإجا بدي يروح قالت له لأ أقعد شكلك مبين عليك تعبان أقعد استريح عنه أقعد تريح شوية عنه طبعا قيس ما تردد لحظة إنه يفوت يرتاح ومش بس هو لحاله اللي يرتاح لبنى كمان ارتاحت بس في قلب قيس أعزائي صار يحبها من هذاك الموقف وإيجا أبو لبنى ذبح له ناقة كمان ذبح له جمل عشان يكرموا واضح إنه عائلة لبنى كلها مدلوقين كانوا يعني اثقلوا شوية جماعة الخير هي كمرة واحدة أكل قيس وطلع من عندهم راح مشواره وروح على البيت بس لبنى ما طلعت من مخه أعزائي لبنى كانت ماخذ كل تفكيره حتى قال فيها بيت شعر قال إذا عبتها شبهتها البدرة طالعا يعني إذا بدي يجيت أعيبها بإشي راح أقول عنها بتشبه القمر قد ما هي حلوة وراح قيس على أبوه قال له بدي أخطبها هاي البنت ما راح تطلع من تفكيري لازم أخطبها قال له انت أخوك بالرضاعة الحسين وبدك يعني أخطب لك لبنى يعني هم كانوا شايفين أنه لبنى أقل منهم مستوى فكيف أروح أخطب لك لبنى أنا قال له يا أبتي ما بفرق ما بفرق معي مستواها أنا بس بدي إياها هاي البنى ما بدي بحياتي شيء غير لبنى قال له أبدا راح أجوزك بنت عمك قال له أبود وست مجدود أنا أتجوز بنت عمي بدي أتجوز لبنى قصبت عندك أبوه كان رافض رافض قاطع أعزائي إنه راح يخطب له إياها فشو راح سوى قيس راح على الحسين اللهم ارضى عنه الحسين وقال له تعالوا خطب لي إياها أبوي مش راضي يخطب لي إياها وشو بده أحسن من هيك جاهة أعزائي يخدها معه على الخطبة الحسين أبوه علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت الرسول إيش بدك أحسن من هيك نسب تاخده معك على عجاها راح الحسين مع قيس لأنه الحسين بعرف إنه في حديث للرسول ما رأيته للمتحابين إلا النكاع فالحسين بأعرف إنه لازم يجوزوا إياها بلاش يصير فيه فتنة أي الثنين بحبوا بعض لازم يتجوزهم هذا هذا الخلق المحمدي اللهم صلع على سيدنا محمد فراح مع قيس الحسين ولما راحوا على أهل لبنى أهل لبنى قالوا للحسين مثلك يؤتى يعني إنت واحد زيك إحنا من جي إيش بدكم قال إحنا بدنا لبنى لقيس قالوا يا سلام ابشر خلص لبنى لقيس اعتبرها وتمت الخطبة أعزائي وتجوزوا قيس ولبنى أعزائي وعرفوا حياة سعيدة جدا كان يموت عليها يحبها حب قال فيها أشعار وهي مرته قال تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهدي يعني أنا وياها من حب بعض من قبل ما نخلق ومن أيام ما كنا في أرحام أمهاتنا وبعد هيك لما كنا صغار في المهدي من هناك إحنا منحب بعض قد ما كان يحبها حتى في يوم من أيام زواجهم السعيد إيجا واحد سأله كيف لبنى أنت حب يعني تجوزتها عن حب فكيف حياتك معها قال لقد فضلت لبنى على الناس مثلما على ألف شهر فضلت ليلة القدري أنا شايفها أحسن حد في العالم بس أعزائي من عادة السعادة أن لا تدوم مرت السنين ولبنى ما خلفت لقيس أي ولاد وقيس ما كان عنده أي مشكلة قد ما كان يحبها ظل معها عشر سنين بدون خلفة أعزائي بس اللي كان عندهم مشكلة بالموضوع أهل قيس أبوه وإمه أبوه اللي كان رافض يخطب له إياها من البداية وإمه كمان كانت رافضة أنه كيف أنت متجوز وما عندك أولاد لازم تطلق لبنى والمشكلة كانت أنه قيس كان بار في أهله أعزائي كان يحب أهله وبار فيهم يرد عليهم بس عند لبنى كيف أنا بدي أترك محموبة قلبي كيف بدي أترك اللي روحي متعلقة في روحها عشان خلفة ما بديش أخلف أنا بس بدي أظل معها فأبوه وإمه ظلهم يقنعوا فيه يحكولوا طلقها طلقها طلقه أبدا ما بطلقها لو شو ما عملته فأبوه وإمه طلعت في بالهم خطة يضغطوا عليه عشان يطلق لبنى شو سووا قرروا أبوه وإمه أنهم يروحوا على الصحراء ويقعدوا تحت الشمس يوم كامل وكل يوم لحد ما قيس يطلق له ابنى وراحوا قالوله هذا اللي بدنا نعمله يا بتطلقها يا بنسو الخطة قالوا هم سووا الخطة ما بتفرق معي وفعلا هذا اللي صار أعزائي أبو قيس وأم قيس كانوا يروحوا على الصحراء يقعدوا تحت الشمس من أول لنهار لآخره وشمس المدينة حر شوب كانت فشو قيس كان يروح كان يروح يظلل عليهم عشان ما تيجي عروسهم الشمس عشان يوازن بين أهله وبين لبنى حبيب ذقلبه وظلوا على هالحال يوم يوم لمدة سنة كاملة أعزائي لمدة سنة أهل قيس يقعدوا في الصحراء ويجي قيس يحط عليهم شغلة عشان ما تيجي عليهم الشمس ويظل واقف معهم طول اليوم سنة كاملة إلى أن أهله تعبوا أعزائي واضطر قيس أنه يطلق لبنى والله إني حزين وقال أستودع الله لبنى إذ تفارقوني بالرغم مني وقوله الشيخ مفعوله الشيخ اللي هو أبوه يعني غصبت عنه طلقها ولما إجت القافلة عشان تأخذ لبنى على بيت أهلها لأنه طلقها خلص وهم طالعين بالقافلة كان قيس يمشي وراهم ويشوف وين بتخبط لبنى ويمسك لتراب ويبوسه فإجوا عليه قالوا له أنت مجنون بتبوس بالتراب إيش مالك فقال وما أحببت أرضكم ولكن وقبلوا أثر من وطئت ترابة وراحت لبنى عبيت أهلها أعزائي وصار يحنلها قيس قد ما حنلها مرة راح عبيت أهلها وصار بدي يفوت غصبت عن أهلها قالوا له تعال وقف انت بطلت مرتك هاي حرام تفوت عليها هيك فطلع وصار يتذكر الأيام اللي كان يفوت فيها عادي على لبنى ويشوفها عادي ويمسك إيديها عادي فقال بيت شعر قال ألا ليت أياما مضينا تعود فإن عدنا يوما إنني لسعيد بس يوم واحد ترجع الأيام اللي كنت أفوت فيها على لبنى عادي أنا مبسوط جدا من كل قلبي أبو كان رافض بس أعزائي من عادة السعادة من عادة السعادة أن لا تدوم وفعلا هذا اللي صار أعزائي إلى أن أهله تعبوا أعزائي ولما إجت القافلة عشان تأخذ وراحت لبنى عابيت أهلها أعزائي قال ألا ليت أياما مضينا تعود فإن عدنا يوما إنني لسعيد بس يوم واحد ترجع الأيام اللي كنت أفوت فيها على لبنى عادي أنا مبسوط جدا من كل قلبي وصار ينتشر الشعر اللي كان يحكيه قيس في فراق لبنى بين العرب وبعادة العرب عشان ما يفضحوا بنتهم راحوا جوزوا لبنى أعزائي وبس وصل الخبر لقيس أعزائي مرض وصاروا الناس يجوا يزوروا عشانه مريض فقال بيت شعر قال وإذا عادني العوائد يوما قالت العين لا أرى من أريده أنا بشوف الناس جاي تزورني عشاني مريض بس أنا مش شايف اللي أنا مرضان من إفراقها ومرت سنين على القصة أعزائي إلى أن إجي يوم بالصدفة قيس باع جمال لزلمة ما بعرفه صدفة عشان يطلع هو جوز لبنى تخيلوا راح قيس على بيت الزلمة عشان يستلم فلوسه وهو ما بعرف أنه هذا بيت لبنى الجديد لا يعلم وبس فات على البيت عند الزلمة عشان يواخد مصري شافته لبنى من غرفتها فبعتت عليه جاريتها قالت لها روح يسألي أنت ليه شيء كان بيين عليك مبهدل كان قيس أعزائي أوعيم مزع ومغبر وحالته حالة فقالت لبنى للجارية روح يسأليه ليش هيك حاله إيش ماله شو صاير معه فسألته الجارية ليش هيك صاير معك ليش هيك مغبر ومبهدل وحالتك حالة قالها إنها لوعة الفراق فطلعت عليه لبنى ولما شافها انخنق في دموعه وما عرف يحكي أي شيء طلع من البيت وما أخذ حتى مصري مصاري الجمال اللي باعها ما أخذهم من الزلمة رح تسألني ليش هيك كل هذا صار معه أعزائي لأنه البيت كان فيه أولاد صغار أولاد الزلمة يعني لبنى طلعت بتخلف أعزائي هو اللي ما بيخلف وهاي كانت القشة التي قسمت ظهر قيس أعزائي مرض مرض شديد جدا يعني أضعاف المرض الأول اللي مرضه لما تجوزت لبنى وقدما مرض أعزائي أخذوه أهله عند الكعبة عشان يدعي إنه ربنا يخلصه من حب لبنى عشان يطيب ويصير أمور تمام فمسك استار الكعبة وقال قال اللهم زدني بها تعلقا اللهم زدني لها حبا وفي يوم من أيام مرض الشديد اجع ليه واحد قال له نسوان كثار يعني روح تجوز واحد غير لبنى خليك بلك نسيتها بلك طلعت من المرض اللي أنت فيه فقال بيت شعر قال لقد عذبتني يا حب لبنى فقع بموت أو حياتي فإن الموت أروح من حياة تقوم على التباعد والشتاتي فقال الأقربون تعز عنها فقلت لهم إذا انحانت وفاتي ومات قيس أعزني انتهت القصة شكرا شكرا